لا تزال واشنطن تنظر بعين الربة والشك إلى الأمن في العراق ومع مرور ساعات على تكليف مصطفى القاظمي لتشكيل الحكومة العراقية أصدرت الخارجية الأمريكية تصريحاً مصحوباً بقلق متنامي حيث أفادت بأن تهديد الميليشيات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية في العراق كبير جداً وعلى الرغم من تعاهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى القاظمي بمنع انفلات السلاح عبر إجراءات حاسمة وسيكون محصوراً فقط في يد الدولة لكنه تعهد على ما يبدو لم يبدد خوف واشنطن على قواتها في الأراضي العراقية فالخارجية الأمريكية أكدت أن بغداد بحاجة لاتخاذ خطوات إذا كانت تريد أن تقيم شراكة مع واشنطن وهذه الخطوات على رأسها توفير الحماية لقوات التحالف الموجودة في العراق ورحبت واشنطن بحضر باختيار القاظمي كرئيس لليزراء في العراق قائلة إنه إذا التزم القاظمي بتحقيق السيادة لبلاده ومحاربة الفساد فسيكون ذلك أمراً عظيماً لبغداد وللعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة ومن حين لآخر تقصف الميليشيات المدعومة من إيران بانتظام قواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق وكذلك المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في بخداد ترجمة نانسي قنقر